من مختلف البلاد العربية جاءوا حاملين معهم شعريتهم ليصدحوا هنا في مدينة اسطنبول بما تجود به قرائحهم قصائد عن الوطن وجراحه والمستقبل وآماله رأت اجتماعهم الجمعية الدولية للشعراء العرب وكان ميدانهم الأدبي كلية الإلهيات بجامعة مرمرة ربيع قواف تظاهر شعرية عربية هنا في اسطنبول أقامتها الجمعية الدولية للشعراء العرب وهي تعتبر أولى نشاطات الجمعية الدولية للشعراء العرب بعد مهرجان الشعر العربي الأول 2018 في اسطنبول هناك طموحات كبيرة وأحلام أيضا لا يحدها حد وجدنا أننا بإمكاننا أن ننطلق إلى الأمام أن نكون علامة فارقة في تاريخ المشهد الثقافي العربي القمح شح كالعجاف ولم نزل نشد ونحصد في رؤانا بيدرة ربيع القواف الفعالية الثانية التي أقامتها الجمعية وشارك فيها بالإضافة لشعراء الأتراك عشرون شاعرا عربيا من سوريا والعراق وفلسطين ومصر واليمن والجزائر والأردن الآن مثل الآن يغفو الجامع الأموي في صوت الحمام وأنا وأنت على الطريق نموت يرثينا الطمام العراق بكلمات تنبع من عبق تاريخه ومرارة واقعه وأمل الخلاص المستقبلي المتألق في عيون أبنائه حضر في شعر صدح عاليا في قاعة الأمسية لا يذكر التأريخ والأمجاد إلا وتذكر حينذا بغداد هذا العراق وتشهد الدنيا له هو للحضارة والذرى ميلاد ومما يعصر القلب المضنى وينزل دمعة الحر الأبي ضرورات تعز على الأعالي فيرجى نولها عند الدني نتمنى أن تكون هذه التظاهرة على قدر الأمال التي ننشدها وتنشدونها معنا هذا واحد ونتمنى أن تكون الأنشطة القادمة محفولة بجميل الإنجاز ومكفولة بجميل الانتماء لهذه الفكرة النيرة القائمون على هذه الفعالية يحدوهم الأمل بأن يكون هذا الحدث علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي إيه سعاد تيتمت فينا الخرى